اشتركوا في القناة واضحة بعوائد السندات الأمريكية اليوم كيف نفسر هذه العلاقة هل أمام الذهب مزيد من التراجعات في حالة استمرار هذه العوائد بمزيد من المكاسب واضح جدا أن الذهب مرتبط بشكل كبير جدا بموضوع الفرصة البديلة وجود الفرصة البديلة هو الذي يحقق أو الذي يضغط على الذهب حاليا على الرغم من وجود أزمة على الرغم من استمرار ارتفاع الحالات بما يتعلق بكورونا وعلى الرغم أيضا من عدم العودة حتى الآن لم نعد مجددا للمستويات الطبيعية إلى ما قبل كورونا ولكن التفاعل الإيجابية عودة الاقتصادات توقعات النمو بستة أعشار بستة بالمئة بالنسبة للإقتصاد الأمريكي بعد أن تراجع بثين فاصلة ثلاثة بالمئة بالعام الماضي هذا يعتبر ضمنيا على أنه في عندي توقعات إيجابية وقوية جدا وبوميق بالنسبة للإقتصاد الأمريكي ذلك حقق ارتفاعات في عوائد السندات الأمريكية وأيضا توقعات ضمنية بأنه سوف يتجه الفيدرال الأمريكي لرفع أسعار الفائدة بالتالي بالنسبة للمستثمرين المعادلة واضحة في رفع لأسعار الفائدة سيتم بعد ثلاثة أعوام من الآن أو بعد عامين من الآن سوف يكون هناك طلب على السندات التي أجالها بعيدة نسبيا عند العشرة أعوام وبالتالي الاستغلال للفوائد المنخفضة حاليا بأنه يكون هناك اتجاه نحو السندات الأمريكية ذلك يحقق ارتفاع عوائد السندات الأمريكية في الفترة الحالية ولكن في نفس الوقت نحن عنا نقطة مهمة جدا والتي هي أنه التضخم على وشك أنه يكون فيه عندي ارتفاعات قحادة جدا في مستوى التضخم عندما نصل إلى نقطة التوازن التي يكون فيها المزيد من التيسير النقدي غير مطلوب وأن الأسواق عادت إلى العجلة هذه النقطة ستكون عبارة عن مرحلة يمر فيها الأسواق وستسبب ارتفاعات حادة في مستوى التضخم تضطر الفيدرالي على مستوى اجتماعي إلى ثلاثة إلى الحديث عن ضرورة تشديد السياسة النقدية وهذا قد يحدث مع نصف الثاني من العام الحالي نبدأ نرى الإشارات الإيجابية أنه في عندي تحسن بالبيانات وفي عندي بدء ارتفاع في مستوى التضخم يجب أن ينعكس على أسعار الذهب نعم وإحنا أكيد بانتظار نهاية هذا الأسبوع بيانات الوظائف الأمريكية يعني اليوم أدى عملية التسير النقدي ممكن تعكس تحسن الاقتصاد برأيك هل الوظائف ستكون عاكس حقيقي لهذه التسير النقدي التي تقدم الولايات المتحدة للأسواق؟ لأنه سيكون لدينا ننفارم بيرو بيانات إيجابية قوية جدا عندما سوف يعزز الإذهان أن العودة ليست سهلة لما كانت عليه الأمور قبل البانداميك أو قبل الجائحة وبالتالي من الممكن جدا أن تكون البيانات مختلطة التي ننتظرها خلال تعاملات الأسبوع ليس فقط معدلات البطالة ممكن معدلات البطالة تكون هي إيجابية نوعا ما بين الاخفاضات ولكن الأنظار تتجه إلى مزيد من البيانات المرتبطة بالتشغيل مستويات التشغيل وما هو التوظيف لأنه في عندي أنا توظيف على جيروب القودز على فاكتوري أوردرز على مستويات تنم عن أنه طلب مستمر بالفترة القادمة وفي عندي توظيف هو عبارة عن رأب للصدع الذي كان موجود سابقا أو عودة العمل مجددا إلى ما كانت عليه خصوصا بالاستفادة من القرض الميسر التي كان يقدمها الفيدرالي والأموال الرخيصة العملية تفصل ما بين أنه نحن نصلح المشاكل السابقة ما بين أنه هناك إمكانية توسع في الإنتاج في الفترة القادمة طالما يوجد هناك حديث عن إغلاقات اقتصادية مثل اللي حدثت بألمانيا خمسة أيام أو مستمرة بأوروبا هناك قلق من إمكانية التصنيع أو إمكانية التوسع في التوظيف بشكل أكبر في الفترة القادمة أعتقد ذلك ستترجم بيانات الوظائف الغير زراعية الأمريكية خلال التعاملات هذا الأسبوع بقراءة مختلطة ممكن أن تؤثر على أداء الدولار الأمريكي بالسلب أكثر من الإجابة من راقب اليان أيضا وهذا الانخفاض زوج اليان دولار الذي يوصل لأدنى مستوياته تقريبا من مارس 2020 رأيت كيف نقرأ هذه التحركات بالنسبة لليان بهذه المرحلة نحن في عنا مستويات تضخم سلبية في اليابان في الوقت الذي نحن عندنا برامج تيسير غير مسبوقة يتم اتباعها من قبل كل دول العالم بالتالي لا تنفرد اليابان في الوقت الحالي بأي برنامج تيسيري في الوقت الذي تقوم فيه باقي الدول بتجديد السياسة النقدية ليس الأمر كذلك كل الدول تقوم بتسهيل السياسة النقدية وبالتالي يضع ذلك أكبر على اليابان في الوقت الحالي من ناحية الاستهلاك المحلي المتراجع والضعيف نسبيا إضافة إلى الطلب العالمي الخارجي أيضا الضعيف والذي يهدد الصادرات اليابانية بالتالي ذلك يهدد أو يضغط بشكل كبير على أداء الياباني بالارتفاع نتيجة قيمته يعني بنتيجة الاتجاه اليابانيين في الداخل إلى الادخار في الياباني والتوجه نحو الياباني كملاذ آمن في المرحلة الحالية بالتالي يوجد طلب كبير خارجي وداخلي علي أن الياباني يسبب عندي هذا الضغط الكبير في زوج الدولار الأمريكي الياباني بالاتجاه الهابط ولكن مع الوقت الحالي أعتقد بقوة الدولار الأمريكي على الأقل حدت من التراجعات الحادة ولكن مزيد من التراجعات ممكنة إذا لم يكن هناك تدخل بخطط أكبر من المركز الياباني وخطط انفاق كذلك الأمر من اليابان في الفترة القادمة أعتقد يجب أن يكون هناك حديث عن خارج الصندوق خطط تحفيزية أقوى بكثير مما سبق لأن اليابان تعاني من مستويات تضخم منخفضة منذ أكثر من 45 عاما عندها ضغط كبير على مستويات التضخم يوجد هناك عزوف عن الاستهلاك المحلي أو تقليل وترشيد في الاستهلاك بشكل كبير وأحد أكبر تحدياتها هو رفع مستويات الاستهلاك المحلي بشكل كبير وفي الوقت الراهن مع وجود الأزمة يعني يمكننا أن نتخيل الضغط الموجود على صناع القرار المالي والنقدي في اليابان أشكرك رائد أن خذ الرئيساقت من أبحث في إفكويتينوب على كل هذه التفاصيل ترجمة نانسي قنقر